اهلا بكم مع فيديو جديد معاكم محمد يحيا في الفيديو ده هتكلم عن حل مشكلة الجامة اللي قبلها ناس كتيرة جدا بالذات الناس اللي عملت اوبجريد للسري دي ماكس من اول فيرجين 24 وانت طالع وخمسة وعشرين والابديتز بتاعتهم ان احنا دلوقتي رجع عندنا الموضوع تاني انك انت لما تيجي تعمل رندر تفاجأ ان الصورة بتاعت الرندر اللي في الفريم بوفر الوانها مختلفة تماما عن لما تيجي تعمل لها سيف هتبص تلاقي لسيف يعني دي اللي انا عملت لها سيف دي نفس الصورة عملت لها سيف هتلاقي هنا الالوان اغمق اللي حاجات اشكالها مختلفة شوية كدرجات لونية من حيث الغوامق والفواتح طبعا الموضوع ده ليه علاقة للناس اللي بتشتغل من زمان بحاجة اسمها الجامة طيب انا ازاي يرجع الموضوع ان هو يشتغل معايا بشكل سليم زي زمان او زي قبل كده الموضوع ان السري دي ماكس من اول 2024 عملوا حاجة كده زي سيستم جديد خاص بتعامل الماكس مع درجات ال الوان طيب الكلام ده بيجاب منين او كنا زمان بنزبط عمتا فكرة الجامة منين لما كنت بفتح في قايمة كنت بلاقي حاجة ما كانت دي اسمها دي كنت بتخش عليها وبتلاقي اوبشن الجامة كنا بنشغله ونخليه معمول على وزي الفل وتمام تيجي ترندر تبص تلاقي الدنيا بقى تشغالها معك كويس طيب تعالوا كده نبص دلوقتي بقى اسمها هنفتح هتلاقي ده النظام الجديد اللي هو اللي هو اللي هو معمول على سري دي ماكس ديفولت دي اللي هو نظام اللوني الجديد اللي سري دي ماكس عمله في طريقة التعامل البرنامج مع درجات الالوان بس الفكرة انك طبعا ممكن تغير منه انواع كتيرة ممكن تختار انت فايل تجيبه طريقة زبط الالوان لها علاقة بالالوان بتاعت الشاشة مع الفايل يعني سيستم كده المهم ازاي ان انا ارجع الموضوع يشتغل تاني مع الفي راي بشكل سليم كل اللي احنا هنعمله هتقوله لأ رجعني على الجاما وورك فلو القديمة بتاعتي وحتلاقي هي اوتوماتيك هي مزبوطة على 2.2 خلاص ممكن تقوله سيف اس سيستم ديفولت هيقولك انت كده عايز تعمل لها سيف هقوله تمام كده انا خلاص زبطت السيستم ان انا اوتوماتيك هبقى شغال دايما بالايه بالجاما بتاعتي اللي هي 2.2 طيب فاضل ان انا بقى اقوله انا عاوز ازبط الكلام ده برضو من جوه الفي راي من الرندر بتاعي اللي انا هعمل له سيفينج طيب انا عملت السيف بتاعي او عملت الرندر بتاعي عاوزين بقى نرجع الجاما يشتغل بالنظام القديم مع الفي راي فعنخش في الفريم بفر حاجة في قائمة ديسبلاي كوريكشن بص تلاقيه هنا هو عامله شغال برضو على النظام اللي هو الاو سي اي او انا عشان اشتغل بالنظام القديم بتاعي حاجة اقوله خليني على الاس ار جي بي الاس ار ج بيه هتلاقي الالوان تفتحت كده هو ده النظام القديم اللي احنا كنا شغالين به في الفي راي او في الكورونا اللي بتلاقي الدنيا في مزبوطة معيك والالوان شكلها كويس والوانها طريقة التعامل مع درجة الابيض والاسود في الصورة معمولة بشكل حلو جدا ما بتحتاجش انك انت تقعد تشتغل عليها كتير بمنطقة البساطة بمجرب ما هتعمل الحركة دي هتيجي تقوله اعملي سيف للصورة خليها مسلا نسميها تو وسايفها او جي بي جي شوف انتو بتسايفوا الصور ازاي حاجة اقوله س وحقوله اوكي هنيجي بعد كده نبص انا عملها عندي على الديسكتوب هتلاقي رقم 2 هتيجي ببص تلاقي الالوان بتاعتها لو جينا فتحنا الماكس وجينا فتحنا الصورة هبص تلاقي ان لسه برضو ستيل الالوان بتاعتك هنا محمرة شوية وهنا طلعة بهتانة الحركة دي لو حصلت معاك يبقى كل اللي انت محتاجه تقوله اعمل لي سيف للارجي بي برايماريز كونفيرجن تو امتش اللي هي دي بعد ما عملت كده انا عايز يسايف لي درجات الارجي بي بشكل ما مع يعني تبقى نفس اللي انا شايفه هنا هو اللي طلعلي في السيف هرجع قله سيف تاني وخليني اسميها سري وحاجع برضى قوله بي ان جي واقول له سيف وتعالوا نشوف كده هل هي هتبقى نفس درجات الالوان ولاethي سري دي هنبص نلاقي ان نفس درجة اللون هي نفس الصورة اللي طلعة لي مش دي طبعا اللي هي دي اهي بصوا هتلاقي هي دي بالظبط هي هي بالظبط نفس الالوان فده حل للمشكلة سريعا كده اللي هي قصة الجاما طبعا انت كل اللي عليك انك تعمله بس لو انت عاوز ترجع للنظام القديم انك حتغيره من جوة سريدي ماكس طبعا خلي بالكم الموضوع ده برضو بيفرق معاك في شكل الماتيريال يعني انت لو جيت كنا شغالين لو رجعتها تاني زي ما كانت دي خليناها اللي هي اللي هي اللي هو كت معمولة هتبص تلاقي لما بتفتح الماتيريالز بتاعتك لو هي في ري حاجة اقول له مثلا خليها الالوان بتاعتها نفسها بصوا تلاقي اللون نفسه غريب كده مغمئ شوية اول ما هتيجي تقول له حولها لي للجاما بص هتلاقي الدنيا اتفتحت والالوان رجعت تاني زي اللي هي النظام القديم فده باختصار شديد جدا ازاي تعالج مشكلة الجاما او مشكلة انك انت لما بتعمل سيفنج للصورة من بالوان معينة تفاجئ ان هي الالوان دي بتتغير وانت بتعمل لها سيفنج وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده وانتظروني في فيديوهات جديدة وطبعا اي اسئلة يريد تسيبوها لي في الكومنس واعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته